السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الثالث السنة ورجعنا لكم تاني فيديو جديد بنكمل فيه حل اسئلة كتاب الامتحان الحلقة رقم 26 نحل فيها من صفحة 126 حتى صفحة 131 اسئلة الباب الثالث بنقول لكم كده في بداية الفيديو لو انت ما اشتركتش في القناة وأول مرة تشوفنا هتدخل تدعمنا بتفعيل زر الجرس وتعمل لايك واشير للقناة عشان القناة تستمر ان شاء الله هتلاقي حاجات تأجيبة جدا نحن عندنا كتاب منداليف محلول كامل لحد نهاية الباب الثالث كتاب الايزو محلول كامل لحد نهاية الباب الثالث كتاب الامتحان محلول لحد نهاية الباب التاني والنهاردة بنبدأ في الثالث إن شاء الله وهتلاقي النقاط المهمة اللي أنت بتدور عليها في الحل الأسئلة والمسائل نبدأ إن شاء الله السؤال الأول بقولي هنا في التفاعلات أو من التفاعلات البطيئة النسبي طبعا بقولي هنا أول سؤال محلول نطرات الفضة مع محلول كولوريد السوديوم ديت مركبات آيونية إذن التفاعل بتاعنا تفاعل سريع لأن التفاعلات في المركبات الآيونية أو بين المركبات الآيونية بتتم بين آيونات وبتكون سريعة الزيوت النباتية ديت مركبات عضوية تساهمية وبالتالي تفاعلاتها بيكون بطيئة فده اللي هنختاره فوسفات السوديوم وكلوريد البريوم مركبات ايونية تفاعلاتها سريعة محلول هيدروكسيد البوتاسيوم ومحلول حمض النيتريك مركبات ايونية تفاعلاتها سريعة يبقى هنستبعد ألف وجيم ودال ونختار له با نروح بعد كده ليه السؤال رقم اتنين بيقول هنا تفاعل حمض النيتريك المخفف مع برادة الحديد اللي هو FE زائد 2HCL تفاعل تام طبعا التفاعلات التامة بتكون تفاعلات تامة بسبب خروج أحد النواتج من حيث التفاعل على هيئة غاز أو راصب وعدم قدرة النواتج على تكوين المتفاعلات مرة أخرى وبالتالي عندي هنا خرج غاز النيتريك من حيث التفاعل وبالتالي لن ينعكس التفاعل فبقول هنا حدوثه عند درجة حرارة مرتفعة ده ملوش علاقة بالتفاعلات التامة حدوثه تحت ضغط مرتفع ليس له علاقة بالتفاعلات التامة لأنه عرفت التفاعل التام عدم إمكانية اتحاد غاز الهيدروجين وهو من النواتج على التفاعل مع محلول كلوريد الحديد 2 وده فعلا هو الاختيار الصحيح لأنه يأكد المعلومة اللي احنا قلناها أن التفاعلات التامة نواتجها لا تستطيع تكوين متفاعلتها مرة أخرى الاختيار ده اللي بيقول لي وجود اتزان طبعا ما فيش اتزان في التفاعلات نهيه التامة لا يوجد اتزان في التفاعلات التامة إذن ده الخطأ عشان كيف سؤال رقم 3 بيقول لي هنا أي من الأشكال البيانية الآتية يعبر عن العلاقة بين تركيز المتفاعلات C والزمن T طبعا تركيز المتفاعلات بيقل بمرور الزمن تركيز المتفاعلات بيقل بمرور الزمن إذن في علاقة عكسية ما بين الزمن والتركيز يبكن لو كاتبنا هنا كده تركيز وهنا زمن يبقى كده بتركيز بتاع المتفاعلات هيقل بمرور الزمن طيب احنا عندنا دية علاقة ترضية مشه تنفع ده بيبايiff vestيلي تفاعله العكاسي متزن تركيز المتفاعلات اللي نازل ولكن النواتج طلع معاوز المتفاعلات بس يبقى ده مش نافع لانه توضح المتفاعلات والنواتج وهين نفس الكلام توضح المتفاعلات والنواتج يبقى احنا كده نختار له الاختيار الاولاني اللي هو الاختيار ايه. نروح بعد كده للسؤال الرقم اربعة. بقول لي هنا ايه? الشكلان البيانيان يعبره عن التفاعل تو ان او تو بيعطي ان تو او فور. طيب هنا بيقول لي ايا مما يأتي يعبر عن الارقام واحد واثنين وثلاثة. بقول لي من واحد لحد ثلاثة يعني واحد واثنين وثلاثة. واحد اللي هو الجزء ده. اللي هو المحور الافق ده. وهنا زمن. طبعا هنا هيبقى فيه تركيز. ليه? لان تركيز المتفاعلات اللي هو لقدر ده هو بيحصل له ايه? بيقال. وتركيز النواتج ده بيحصل له ايه? بيزين. يبقى رقم اتنين ده هو هيكون تركيز النواتج اللي هو ان تو او فور. واللون الداخضر ده هو هايبقى تركيز المتفاعلات اللي هو الان والمحور هيبقى التركيز بتاع المتفاعلات والنواتج. طيب. هنا ده بعبر عن ايه? معدل التفاعل الطردي ومعدل التفاعل العكسي. يبقى ده هو هاي المحور ده بعبر عن مين? معدل التفاعل. ليه? لانه هو بيتكلم هنا عن حالة الاتزان. والاتزان بيحصل لما معدل التفاعل الطردي يساوي معدل التفاعل العكسي. فبيقول لي هنا هنختار. احنا قلنا اول حاجة هيبقى تركيز. فهنستبعد مين ومين? هنستبعد C و D لان قلنا رقم واحد تركيز. طيب رقم اتنين الان توفور. رقم اتنين الان توفور. يبقى احنا كده هنختار له الاختيار بي. و تلاتة هيبقى معدل التفاعل زي ما احنا مختارين يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون بي. وروح بعد كده للسؤال رقم خمسة. بولي اجري يا التفاعل المعبر عنه بالمعادلة المقابلة في انق مغلق نتو زائد سري اتش تو عطة طو ان اتش سري. ايا مما يلي يعبر عن هذا التفاعل عندما يكون في حالة اتزان. طبعا في حالة اتزان الاتزان بيتم لما بيكون الار واحد بيساوي ار اتنين اللي هو معدل التفاعل الطردي بيساوي معدل التفاعل العكسي. وتثبت تركيزات المتفاعلات والنواتي. هكذا قال في تعريف النظام المتزن او الاتزان الكيميائي. فبيقول هنا كمية كل من النشادر والنيتروجين والهيدروجين تكون متساوي احنا قلنا تثبت وليس تتساوي. معدل تكوين غاز النشادر يساوي معدل تكوين تفاكك النشادر فعلا. معدل تكوين غاز النشادر اللي هو التفاعل الطردي ومعدل تفاكك اللي هو التفاعل تبعا للتفاعل اللي قدامي ده. متى يكون التفاعل في حالة اتزان؟ نفس الفكرة اللي قلناها اتزاني بار واحد تساوي ار اتنين وتثبت تركيزات. تثبت تركيزات المتفاعلات والنواتي. طيب تثبت التركيزات ده شغل حسابي. ترثبت تركيزات المتفاعلات والنواتي ده بنحسبها ونبقى نشوف ثبتة ولا. اما نظريا وحضرتك تبص بعينك كده تعرف امتى ان التفاعل بقى في حالة اتزان لما يثبت اللون المتفاعلات ولون النواتج لو عندك الوان لهم. يعني احنا مثلا عندنا ده عديم اللون ده ابخرة بنفسجية وده بيبقى عديم اللون. فهنا كده لما يثبت اللون البنفسجي طبعا اللون البنفسجي هيقل في الاول وبعد كده يحصل له ايه ثبات. فانت تعرف ان التفاعل وصل لحالة الاتزان عشان لو جيه قالك من خلال الالوان. متى يكون التفاعل في حالة اتزان هتقول له عندما يكون معدل الاتحاد اكبر لا لازم يكون معدل الاتحاد بيساوي معدل الانحلال. يكون معدل الانحلال اكبر هنقول له لازم يكون متساويين عشان ار واحد تساوي ار اتنين. يصل تركيز كل من الاتش تو والاي تو الى زيرو. التفاعل بتاعنا تفاعل انعكاسه وليس تام يبقى ما يوصلش الزيرو. يبقى تختار له الاختيار بال. لو يثبت تركيز الاتش اي عند الرقم طبعا ده رقم حسابي ولكن احنا اختارنا عشان كلمة ايه يثبت. نروح بعد كده للسؤال رقم سبعة. بل الشكل البياني المقابل. يعاد بنا عن التفاعل نهو. طبعا هنا يا شباب هنعمل حاجة بسيطة كده. انا افترض ان كل مربع من دهو لقيمة ولتكن مثلا نص. وانت تكتشف انا قلت نص. اده نص. واحد. واحد ونص. اثنين. اثنين ونص. تلاتة. تلاتة ونص. اربعة. اولا لازم احدد المتفاعلات والنواتي. المادة اللي بتقل دهيت متفاعل. طبعا انا عندي كم متفاعل دلوقتي واحد بس. والاتنين اللي بيزيدو نواتي. يبقى ده ناتج. وده ناتج. يبقى انا عندي متفاعل واحد. بيعطي ناتج. وناتج. يبقى اي معادلة. من اللي جايبها فيها متفاعلين هنستبعدها. فالالتالي هنستبعد الاتنين دور. هشتغل على الاتنين اللي فوق. طيب. انا عندي السي وصل لكام الاربعة. يبقى اربعة سي ده ناتج. طيب. البي. الناتج التاني وصل لكام الواحد. اه. طيب. والاي. كان بدء من عندي مين. اتنين. يبقى عندي اتنين اي. يبقى تختار له اتنين اي. بيعطي بي. زياد اربعة سي. طبعا الجامعة مليئة ابدالية بالاختيار بتاعك هيكون بي. عرفت ليه بقى انا كنت مختار نص. عشان الارقام دي. حضرتك بقى بتقول. ان انا عندي السي قد البي مرتين. يعني تركيز السي قد تركيز الا مرتين. فازا كان الا هيبقى واحد. ده هيبقى اتنين. ده هيبقى اربعة. لو ده عشر هيبقى كده كده كام عشرين. خلاص كده. حضرتك بتكتب الارقام دي بمزاجك الاول وبعدك تصل الى النادي. وتبقى عارف ان البي نص الا. يعني هنا الا اتنين والب نصها واحد. نروح بعد كده لسؤال رقم تمانية. في التفاعل لازم تبقى عارف ان الا باثنين والبي بواحد والسي بواحد. فلما اجا اقول لك معدل استهلاك الا. تقول لي بيساوي ضعف معدل انتاج السي. هتكتب له. معدل استهلاك الا. بيساوي اتنين على واحد. معدل تكوين السي. طيب لو انا قلت لك معدل استهلاك الا. بتصويرها لا. ستقول لي بيساوي واحد على واحد. معدل تكوين السي. يبقى هو بيساوي معدل تكوين السي. طيب لو انا قلت لك معدل استهلاك الا. قد ايه من معدل استهلاك الا. هي تقول لي بيساوي واحد على اثنين. يبقى بيساوي نص معدل استهلاك الا الاستهلاك يا جماعة هيبقى بالسالب لأنه هيبقى في نقص والتكوين هيبقى بالموجب إنه في زيادة فلما جا أقولك بقى هو بيقارن هنا مين الا بالسين فهتقولي الا متفاعل يبقى هيقل يبقى هنا كده معدل استهلاك الا هيبقى سالب في تركيز الا النقص في تركيز الا بيساوي اتنين في تركيز مين السي هل دي موجودة في الاختياري؟ أيوة تبقى موجودة في الاختياري يبقى حضرتك هيبقى الاختيار بتاعنا الاختيار الأخير معدل استهلاك الا او النقص في تركيز الا بيساوي ضعف الزيادة في تركيز السي يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار دي نروح بعد كده لسؤال رقم 9 بول المعادلة الاتية تعبر عن احد ده طرق تحضير اكسيد النيتريك في الصناعة بولي فان معدل تكوين بخار الماء بيسأل عن معدل تكوين بخار الماء عاطلنا معدل تكوين بخار الماء بيساوي خمسة وعشرين من الف فان معدل استهلاك غاز النشادر هو بيسأل عن معدل استهلاك غاز النشادر او له معدل استهلاك النشادر بيساوي هو بيكرنا بمخار الماء خد اربعة وقسمها على ستة يبقى تاخد معامل المقارن تقسمه على معامل المقارن به فيه معدل تكوين بخار الماء يبقى بيساوي اربعة على ستة فيه خمسة وعشرين من الف طبعا هنا جماعة معدل استهلاك يبقى فيه نقص هتبقى لشارب بالسالب وبالتالي الاختيار بتاعنا هنضرب اربعة على ستة فيه خمسة وعشرين من الف والنتج طبعا هيبقى بالسالب وقالنا بالسالب عشان ده معدل استهلاك هيطلع الناتج معنا سبعتاشر من الف مول عن لتر الكل منت اللي هو ده اختيار بي نروح بعد كده لسؤال رقم عشرة بولي اذا كان معدل تكوين غاز النشادر بطريقة هابر بوش طبعا طريقة هابر بوش اللي هي تحضر النشادر من عنصرين نكتب المعادلة نتو زائد سري اتش تو بيعطي طوق ان اتش سري بولي اذا كان معدل تكوين غاز النشادر يعطينا معدل تكوين غاز النشادر اللي هو اتنين ونص في عشرة وس السالب كام اربعة فان معدل استهلاج غاز النيتروجين طيب اذا غاز النيتروجين هوا هنعمل اصاده ايه اكس هنقول احنا عندنا هنا لو واحد يبقى اصاده الناحية التانية كام اتنين وتضرب طرفين في وسطين دائد بطريقة المؤسسة هتيجي معك وممكن نحلاه بنفس الطريقة التانية هو بيسأل عن معدل مين معدل تكوين او معدل استهلاك النيتروجين هتاخد رقمه وتقسمه على معامل المقارن بي يبقى واحد على الاثنين وتضربه في الرقم ده يبقى الاكس بتساوي واحد في اتنين ونص في عشرة وس السالب اربعة على الاثنين اللي هو معامل المقارن على معامل المقارن بي اللي هو معامل النيتروجين على معامل مين النشاد وتضرب في الرقم ده هيطلع معاك الناتج شوف فيه الناتج هيطلع ايه وتختار سهلا يعني النص هو نص الاتنين هو نص هيبقى واحد خمسة وعشرين من مية في عشر اوستسالب اربعة بالسالب طبعا عشان ده معدل استهلاك يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بيه نروح بعد كده لأسئلة العوامل المؤثرة في معدل تفاعل كيميائي السؤر رقم 11 بيقول هنا في التفاعل التالي جايب لخارسين مع حمض هيدروكلوريك بيات زد INS L2 زائد H2 عند ثبات كتلة الخارسين وحجم الحمض يكون معدل تفاعل بين الخارسين واحد مع حمض الهيدروكلوريك اتنين اكبر ما يمكن امتاه الخارسين لو برادة او مسحوق هيبقى التفاعل سريع ودرجة الحرارة تبقى عالية فهنا بيقول لي الاختيار طبعا احنا القطع ده نستبعدها وعاوز معدل تفاعل اكبر ما يمكن فجيموا ده لها نستبعدهم ونبدأ نشتغل على مين؟ على الاتنين الاولانين اللي هو المسحوق طيب درجة الحرارة اعلى فين؟ في ال75 يبقى تختار له الاختيار بقى السؤال رقم 12 نفس الفكرة بيقول هنا لديك كقوس او اربع كقوس زوجيجية بكل منها تفاعل اتنين سنتيمتر من شريط الماغنيسيوم مع ميت ميلي من حمض الهيدروكلوريك المخفف تحت الشروط المدونة على الكأس ما الكأس الذي يكون فيه معدل تفاعل اكبر طبعا انت عاوز تركيز عالي ودرجة حرارة عالية تركيز عالي ودرجة حرارة ايه؟ عالية هنا التركيزات نقارنها ده 1 من 10 ده 1 و1 من 10 ده 1 يبقى نستبعد الـ 1 من 10 اللي هو التركيز الصغير ونشتغل على التركيز الاكبر اللي هو واحد طيب هنا 20 درجة وهنا 50 يبقى الأسرع 50 يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار ده نروح بعد كده للسؤال رقم 13 نقول لأي من الأشكال البنية وعبر عن علاقة من طاقة التنشيط ايه ومعدل التفاعل هنأجيب لك العلاقة ديت بسهولة خالص هقول لك معدل التفاعل الكيميائي العامل الحفاظ اللي احنا كنا اخدنا المعلومة بتاعته السنة اقول في الباب الاول العامل الحفاظ مادة تزيد من معدل التفاعل لانها تقلل طاقة التنشيط تقلل طاقة الايه التنشيط يبقى العلاقة عندنا هتكون علاقة ايه عكسية ما بين معدل التفاعل وطاقة التنشيط عرفت من ان هي عكسية نولة العامل الحفاظ بيزود معدل التفاعل وهيقلل طاقة التنشيط يبقى واحد منهم بيزيد والتاني بيقلل فينا العلاقة العكسية اللي موجودة عند في الشكل ده او في الاشكال الاربع ديت هتبقى العلاقة ايه نروح بعد كده لرقم 14 نبقى الماء الشكل البياني انعجله yanlış يوضح العلاقة بين معدل التفاعل الكيميائي ومساعة السطح طبعا كلما زادت مساحة السطح زاد معدل التفاعل كيميائي كلما زادت مساحة السطح زاد معدل التفاعل كيميائي لما نزود مساحة السطح بيزيد معدل التفاعل الكيميائي إذن الاختيار بتاعنا يكون الاختيار ألف لأن العلاقة علاقة طردية وما في الشكل طرد غير الشكل ألف نروح بعد كده للسؤال رقم 15 بقول هنا كل مما يأتي يؤثر في معدل التفاعل الحادث في الشكل المقابل مع هذا ألف بقول زيادة حجم الحمض طبعا إحنا وإحنا منتكلم على العوامل المؤثرها في سرعة التفاعل الكيميائي ما جبناه سرعة حجم الحمضة خالص إحنا تكلمنا على طبيعة المتفاعلات وكان من ضمن طبيعة المتفاعلات مساحة السطح اللي هو بتتم بالزيادة عن طريق الصحق أو تحويل الأبرادة ونوع الروابط تكلمنا على تركيز وده موجود عندي في باق تكلمنا على درجة حلار وده موجودة عندي في جيم وده موجودة كمان يبقى الاختيار ألف يبقى كل ده هيأثر معنا مين ألف واحد يقول لي تم احنا زودنا الحجم ما التركيز هيزيد لأ هو بيزود حجم الحمضة بنفس التركيز يعني ما يأثرش في التركيز بتاعه وصير الرقم 16 يقول لي هنا المنحنة X بالشكل البيان المقابل يعبر عن حجم غاز الهيدروجين الناتج من تفاعل خمسين ميلي من حمض الكابريتيك يبقى خمسين ميلي من H توقس أو فو والتركيز بتاعه كان كام واحد مولر مع وفرة من حبيبات الخرصين وفرة من حبيبات الخرصين اللي هي زد ان اس زد ان دوافرة يعني مكتر وبعدان حبيبات تمام كده فالمفروض انه ينتج عندي زد ان اس او فور زائد اتشتو بول ما الظروف التي تؤدي الى تكون المنحنة Y خلي بالك من كلمة وفرة هنا دي ايه الظروف اللي هتؤدي الى تكون المنحنة Y هنا تخلي بالك في الاختيارات بتاعتك وتركز لو بصيت على الشكل بتاعنا الاولان اللي هو بتاع المنحنة X كان هنا معدل التفاعل سريع وبعدين ايه اللي حصل ها غاز فضل يزيد 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 وبعد كده ثبت ده معناه ان الحمضة بتاعنا خلص يعني الخمسين ميلي تركيزه من واحد مولاري انتهى طيب في المنحنة التاني معدل التفاعل كان ابطأ شوية هنا كان المنحنة ملء اكسر فكان اكسر في معدل التفاعل كان اسرع هنا التفاعل بها ابطأ شوية ولكن كمية الهيدروجين زادت ده معناه ان انا استخدمت كمية اكبر من حمض الكابريتيك يبقى هنا كده بقوله رفع درجة الحرارة بمعدل عشر درجات كان معدل التفاعل زاد للضعف هنا معدل التفاعل قال لي ما زادش يا شباب اللي اولان ده هو ده التفاعل رقم واحد وده هو رقم اتنين معدل التفاعل فوق اسرع من تحت يبقى مش نافع استدال حبيبات الخرسين بكتلة ممثلة من المسحوق احنا قلنا واحد اسرع من اتنين يبقى التانية برضو مش نافع استدال الحمض او الحمض باخر حجمه مية وتركيزه واحد مولر خلي بالك الواحد مولر ضعف ده واحد مولر وده واحد مولر طيب الخمسين ملي قد الميت ملي كم مرة مرتين وبالتالي كان المفروض الحجم ده يزيد للضعف حنا ما زادش للضعف ولا حاجة يبقى ديال برضو مش نافع استبدال الحمض باخر حجمه مية ملي اه هنا الحجم مية بس خلي بالك وقلل التركيز شوية وبالتالي هيبقى في زيادة بسبب زيادة مين حجم المحلول والتركيز بتاعنا يبقى خمسة وسبعين من مية يبقى هنا كده هيكون في زيادة في غاز الهيدروجين النادي لان هنا كان خمسين ملي لو انا جيت اجيب عدد المولات هنضرب خمسين في عشرة قصة السليب ثلاثة خمسين في عشرة قصة السليب ثلاثة في واحد ده عشان اجيب له عدد ايه عدد مولات حمض الكابريتيك الموجود يبقى عدد مولات حمض الكابريتيك الموجود بيسوي خمسين ملي في عشرة قصة السليب ثلاثة طيب لما يبقى هنا سبعة ونص في عشرة قصة سليب ثلاثة وفوق خمسة يبقى هنا عدد المولات اكبر بالمقدار مين مرة ونص يبقى هنا كده عدد المولات ده كان خمسة ده سبعة ونص وبالتالي غاز الهيدروجين الناتج هيكون اكبر ولكن اكبر بالمقدار ايه مش من الضعف بقى لا اقل من الضعف يبقى زاد نص مرة عن الطبيعي خلاص شباب كده يبقى انت هتقول لي هنا ممكن تعمله حساب كمية عاد خمسة فعشرة قصة السليب اتنين بيعطوا اكس من الهيدروجين خلاص كده لما يكون عندي هنا واحد مول بيعطوا لنا كم مول بيعطوا واحد مول يبقى الواحد مول بيعطوا واحد مول من غاز الهتشتون اللي هو حجمه 22.4 من ايه من عشرة لتر هتضرب طرفين في وسطين يبقى الاكس غاز الهيدروجين بيساوي خمسة فعشرة قصة السليب اتنين في 22.4 من عشرة هنا الاكس في الحالة ديت اللي هو حجم غاز الهيدروجين هيساوي سبعة ونص فعشرة قصة السليب اتنين في 22.4 من عشرة هتلاقي الناتج ده اول قد اللي فوق مرة ونص اهو هيبقى هنا زيادة الحتة ديت لها نص مرة والرسمة مش مظبوطة بس الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار ايه دي ونروح بعد كده ليه السؤال رقم 17 عند تفاعل كربونات الكالسا مع حمض الهيدروجلوريك المخفف تتصعد فقعات من غاز سي اوتو وعند رفع درجة حرارة التفاعل يزداد معدل تصعد الفقعات هنا رفعنا درجة الحرارة ايه اللي حصل زاد معدل تي تصعد الفقعات يعني معدل التفاعل زي طيب معدل التفاعل يزداد وكان قال لي كده في الكتاب يزداد معدل التفاعل في ضوء نظرية التصادمات بعدد التصادمات بيحصل له ايه بيزداد فنشوف في الاختيار الاول بقوله معدل التصادمات بين الجزئات المتفاعلة بيزداد وعدد التصادمات الفعالة للجزئات المتفاعلة عدد التصادمات الفعالة اللي هو بينتج عنه كسر في الروابط يعني في عنده تصادم فعال وتصادم غير فعال تصادم الفعال اللي بيؤدي لكسر الروابط تصادم الغير فعال تصادم لا يؤدي لكسر الروابط تبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار ألف صحيح الباقي بقى يبقى غلط لانه قال لي هنا يظل كما هو وادقال لي دي هتظل كما هو وهنا ايه اللي يظل كما هو يبقى خطو اللي بعده يا شباب السؤال رقم 18 بولي يلزم استخدام اواني زجاجية معتمة لحفظ محلول من المادة اكس ايا مما يأتي يعبر عن الصيغة الكيميائية للمادة اكس وسبب حفظها في اواني زجاجية مختلفة او معتمة يلزم استخدام اواني زجاجية معتمة لحفظ المادة اكس ايا مما يأتي يعبر عن الصيغة الكيميائية للمادة اكس وسبب حفظها طبعا المادة اللي بتتأثر بالضوء يا شباب مادة الاجي بار اللي هو بروميد الفضة وطبعا ديت مش موجودة غير بروميد الفضة اي مادة فقى فضة يعني ليه بقى بروميد الفضة دي موجودة عندنا في المنهج وموجود عندي يودي الفضة بنا اختار له ما بين الف وباء اما الاتنين دولا مش هيتأثره طيب من المواد اللي بتتأثر بالضوء وبيحصل اختزال لايونات الفرزة فيها انا عند المادة اللي عند في المنهج اي جي بي ار قال لي المادة ديت لو سقط عليها الضوء اي اللي بيحصل بتكون زرات فضة وجزيئات بروم تبقى اي اللي حصل برضو قال لي ايونات الفضة اللي عند اللي هي اي جي اي جي هياخده اتنين الكترون جين له من عند البروم فيحصل هنا كده اي اختزال لايونات الفضة هتتحول الى اي جي بصفر يبقى هنا كده المواد اللي فيها فضة بتختزل ايونات الفضة اللي موجودة فيها وتتحول الى فضة طبعا انا كنت رايحة ولكن المادة اللي عند الوحيدة اللي هي بتختزل موجودة في المنهج ال اي جي بقار بس ما بصيت على ديت ليتوا اكساد اكسادة ايونات الفضة لا ايونات الفضة بحصل لها اي اي اختزال يبقى انت تختار له الاختيار باء نروح بعد كده لي السؤال رقم 19 وده اخر سؤال في حلقة اليوم بول هنا بالشكل البيان المقابل المنحنة واحد يعبر عن كمية الاكسوجين المنحنة واحد يا شباب اهو اللي هو هنزلله دون طبعا زي ما انت شايف المنحنة واحد معدل التفاعل كان فيه اصرح ميل المنحنة اكبر وهنا ايه ابطأ بس هتلاحز في المنحنة اتنين كمية النواتج اعلى كمية النواتج اكبر يبقى معدل ابطأ وكمية نواتج ايه اكبر بول هنا يعبر عن كمية الاكسوجين الناتجة من انحلال 100 ملي من فوق اكسيد الهايدروجين تركيزه واحد مولر في وجود الام ان اوتو يبقى اللي كان مزود معدل التفاعل الاولاني كان فيه عامل حفات ما التغير الذي ادى لتكوين المعدل اتنين عند اعادة التجربة اضافة كمية من فوق اكسيد الهايدروجين تركيزه واحد من عشر مولر الى المحلول الاصلي انا لما هضيف كمية طبعا انا قلت لك كمية النواتج زادة تبقى كمية المتفاعلات زادة تبقى الاختيار قالي وده صحيح طيب بقول لي خفض درجة الحرارة خفض درجة الحرارة مش هتزاود نواتج هتقلل معدل التفاعل ايه ولكن مش هتزاود كمية النواتج زيادة كتلة ساني اكسيد المانجنيز كان معدل التفاعل زاد مقلش استخدام عامل حفاز اخر غير ساني اكسيد المانجنيز لا مش هيقصر في كمية النواتج لان كمية النواتج بتتوقف على كمية المتفاعلات اذا الاختيار الف والاختيار الصحيح بكده انا بوصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة بتوفيق الشباب في مواقع ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة